إذن دور للضيافة تتحول إلى الربحية في تسعة أشهر وتحقق مليونين ومئتي ألف ريال من هاية الأشهر التسعة الأولى لهذا العام دور للضيادة هي من الشركات الرائدة في المملكة في صناعة الضيافة والفناطق والمنتجعات والشقق أيضا والمراكز التجارية تعمل في كل هذه المجالات وتدير مجموعة كبيرة من الفناطق الفخمة في السعودية إذن دور للضيافة السعودية ونثائية تسعة أشهر التحول إلى الربحية فيما يتعلق بالأرباح 2 مليون ومئتي ألف ريال إذن هو تحول إلى الربحية بعد العام الماضي الذي كانت فيه متراجعة المبيعات أيضا جهدت قفزة كبيرة في التسعة أشهر وارتفاعات بـ 391 مليون ومئة ألف ريال ارتفاعات بـ 18.25 في المئة الأرباح التشغيلية أيضا ارتفعت ارتفاعات قياسية نوعية 511 في المئة نتحدث عن 41 مليون ريال إذن كل هذه العوامل أدت إلى هذه الارتفاعات في الأرباح الصافية لهذه الشركة والتي تعمل في أكثر من مجال فيما يتعلق بالضيافة الأرباح التشغيلية أيضا شهدت ارتفاع كبير في الربح الثالث نتحدث عن 9 ملايين وربعمائة ألف ريال بـ 103 في المئة عندما نتحدث عن الربع الثالث أيضا فيما يتعلق بالمبيعات شهدت ارتفاعات بـ 3.1 في المئة نتحدث عن 120 مليون وسبعمائة ألف ريال في الربع الثالث أيضا نشهد تراجع للخسائر 3.6 في المئة قياسا بزات الربع من العام الماضي كان 6.3 نتحدث عن 6 في 2022 إذن أعمال دور للضيافة في الربع الثالث توقيع مجاكلة التفاهم غير ملزمة مع المنصة الزكية العقارية سمارت بوديوم ريال ستيت المملكة بالكامل S.T.C. السعودية واحد من الأخبار المهمة لإنشاء فوندق طيب المشروع S.T.C. سكوير في الرياض إعداد دراسات أيضا لإنشاء شركة تتوزع من كيادها ما بين المنطقة الزكية للعقار من 10 إلى 20 في المئة ودور للضيافة من 80 إلى 90 في المئة إذن هي نتائج إيجابية بكل المقايز ترجمة نانسي قنقر